تمكنت قوات الدفاع والأمن بإقليم سلة على الغبض على مجموعة تقوم بتهريب وتجارة المخدرات وأشياء أخرى مهضورة وقد تم عرض هذه المجموعة لحاكم الإقليم رمضان إردو بحر الدين عبد الشافي إن الحكومة الشادية وضعت قوانين عدة حول مقافحة الأشياء الضر بصحة الإنسان كالحشيش والمخدرات وقد أسرت قوات الأمن والدفاع بإقليم سلة كمية من المخدرات وتم مصادرتها من قبل قوات الأمن وسلطة المحلية بالإقليم وأن هذه الأشياء تعتبر خطيرة وأنها تضر بصحة الإنسان ومكانته الاجتماعية وقد ساهم بعض من المواطنين بالتواطع مع بعض السودانيين في الداخل والخارج وتعتبر هذه الأشياء ضمن القرارات والتوصيات التي يقوم بها حاكم الإقليم رمضان أردبو لمراقبة كل هذه المعدات التي تخرج من الإقليم وذلك للحد من انتشار المخدرات بين أوسط الشباب شاكرا حاكم الإقليم قوات الأمن على جهودهم المتواصلة لتعزيز العمن والاستقرار كما أوضح الحاكم بأن عملية المراقبة وتضحير الإقليم من المجرمين ويمنع كل المخالفات التي تخل بزعصعة الأمن واستقرار المنطقة وسيقوم بتقديمهم إلى العدالة لتأخذ مجراها الصحيح كما تمكنت قوات الدفاع والأمن بإقليم كان من القبض على مجموعة تقوم بتجارة المخدرات مدينة ماو حاضرة الإقليم مناسبة عرض هذه المجموعة كانت بحضور المسؤولين الإدارين والعسكريين بجانب رجال الدين تقرير زينب أحمد أبض الله وقراءة عاشي أحمد دكين من أجل القضاء على آفة المخدرات جاءت جهود قوات الدفاع والأمن للقبض على المتحمين في تجارة المخدرات ذلك بقرية غازونغا بجنوب مدينة ماو حاضرة إقليم كانم بهذا الصدد فقد صرها قائد الشرطة الوطنية العقيد تجاري سليم برفقة معاونيه في المنطقة بأن المواد التي تم القبض عليها سيتم حرقها أمام السلطات الإدارية كما طلب من الشرطة الوطنية جمع السكان في مقدمتهم رجال الدين وجمعيات المجتمع المدني إلى التعاون والمساهمة من أجل وضع حد لهذه الإصابة التي تدمر المجتمع يذكر أن عملية القبض لم تكن الأولى من نوعها بل سبقتها أمليات مماثلة أردت أمام الصحافة العامة والخاصة